عايزة اكمل برضو اكد على كلامك ان هو مسلماني برضو من خلال وجوده في النادي الاهلي ما لعبش مبارات بالكمل كبير مع النادي الاهلي هو لعب مبارات قليلة بس فيها اختبارات صعبة يعني يمسك اول ما مسك الفرقة يلعب المبارات اللي هي قبل النهائي والنهائي اختبارات صعبة اختبارات يا اسلام كاس مصر انت فاهم ازاي يعني هو جاي على توقيت صعبة قوي سواء في عدد المبارات اللي هو لسه ملحقش يدي اللي عنده او يحط بصماته على الفرقة فدي اختبارات حقيقية بالنسباله لسه ما تمكنش من لعبته تماما اعرفهم كل حاجة بس لسه ما داش كل اللي عنده معهم وتحطي في اختبارات الحمد لله كانت صعبة والحمد لله انه اكتزى بمكاسب كتيرة زي برضو الموقف بتاع كاس عالم الاندية برضو الى حد ما طبعا هو دلوقتي احسن شواء لانه بقى له فترة كبيرة مع النادي الاهلي وعارف اللعيبة وتكلم مع كل لعيب على حدة وهو ده من اهم مميزات مسلماني انه هو ما بيتكلمش كلام جماعي او محضرة جماعية زي بعض المداربين يا كابتن ماهج انما الراجل ده بيكلم الناس كل واحد لانه هو ما بيعتمدش على الطريقة اللي بيلعب بيها هو بيعتمد على التوظيف اللي بيوظفه للعيبة في الملعب فالتوظيف ده لازم يكلم كل لعيب على حدة وده اللي بيعمله كويس واعتقد ان شاء الله بإذن الله احنا كلنا ثقة فيه بإذن الله حط الطريقة والتشكيل المناسب اشتركوا في القناة